السلام عليكم مربيين الدواجن الطيبين المحترمين في كل مكان أهلا وسهلا بحضرتكم دايما بينطرح سؤال ما بين مربيين الفراخ عمتا هل تربية الفراخ التسمين أفضل وأسهل ألا تربية الفراخ البياض والأمهات في ناس ظلموا فراخ التسمين وقالوا عليه مش عارف إيه على رأي سيته المجلسوم يالي ظلمت الحب وقلت عليه مش عارف إيه تعالوا النهاردة نشوف هل فعلا فراخ التسمين سهل تربيتها والأمور فيها بسيطة وسهلة ولا صعبة جدا وحساسة وأصعب من الفراخ البياض لو أنت كنت بتربي تسمين بقالك فترة وبتشاور عقلك أنك تربي فراخ بياض طبعا القرار دا ما هوش سهل عليك علشان كده إحنا بنحاول دلوقتي نلقي الضوء ونساعد حضرتك أنك تاخد القرار المناسب ليه وطبعا لو حضرتك لسه عايز تبدأ في تربية الفراخ وخايف تبدأ بالتسمين أو محتار ما بين التسمين والبياض إن شاء الله تجد معانا الجواب الكافي والشافي اللي من خلاله تقدر تاخد القرار المناسب لحضرتك ودلوقتي كالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على حبيبك المصطفى في التعليقات ولو عندك أي سؤال انزل حالا في التعليقات اكتب سؤالك وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضرتكو ودلوقتي يلا بينا حالا نبدأ على بركة الله أهلا وسهلا بحضرتكو الدكتور أسامة السعيد رمضان ذكر في كتابه ست أسباب بتؤدي أو بتخلي إن فراخ التسمين أصعب بكتير من تربية الفراخ البياض من ضمن الأسباب اللي ذكرها الدكتور أسامة إن السنة في التربية مع التسمين بتكون تقريبا المجهود اللي فيها سبع أضعاف تربية البياض لإن التربية في التسمين أنت بتحتاج تطهر وتحصن وتحضن سبع دورات في السنة يعني مجهود مضاعف سبع مرات لكن في التربية البياض أو في الأمهات أنت بتعمل الكلام ده مرة واحدة وبتسكن الفراخ والأمور بتستكر وفي بعض المربيين بيشتروا فراخ بياض عمر مئة يوم ويريح دماغه النقطة الأولى إن المجهود اللي هتبزله مع فراخ التسمين بيكون تقريبا سبع أضعاف في الفراخ البياض طبعا النقطة دي هي ميزة برضو هقولك عليها دلوقت لما نتكلم عن مميزات فراخ التسمين لكن خلونا نكمل الأول ليه فراخ التسمين أصعب في التربية من الفراخ البياض والسبب الثاني يا شباب إن الفراخ التسمين حصل فيها تعديل وراسي آه خلى التعديل الوراسي ده خلى الفراخ تزيد وتبقى عندها سرعة في النمو والحجم تمام يعني الفراخة في ظرف منت بتبقى في ظرف 30 يوم بتكون 2 كيلو لكن تسبب التعديل الوراسي ده في ضعف مناعة الطيور خيل معايا عزيز المربي الطيب المحترم إن مناعة الطيور بتكون ضعيفة ده معناه خطير إن أي مرض أي مشكلة هتصيب الفراخ هتؤثر جداً في الفراخ التسمين يعني مثلاً على سبيل المثال لو في شوية برد أو شوية بكتيريا دخلوا العنبر في لحظة تغص تلاقي الفراخ جالها برد وبتعتص وإلحق يا دكتور وعايزين مطاط حيوي النفق يشتغل لكن في الفراخ البياض بيكون الموضوع محتاج عدوة جديدة جداً علشان توصل للمرحلة دي وده لإن الفراخ البياض منعتها أعلى فبتقاوم الأمراض بمنتهى البساطة والسهولة النقطة اللي بعد كده إن تركيبة العلف في فراخ التسمين حساسة جداً إحنا دايماً ننصح ونقول لازم علف سوبر لازم علف سوبر ليه؟ لإن العلف لو فيه أي خلل في التركيبة في لحظة في خلال يومين تلاتة تبص تلاقي مشاكل زي النقرس أو الفاتي ليفر تدهون الكبد في لحظة عملت مشاكل في فراخ التسمين لكن برضو نفس الكلام في البياض الأمور محتاجة أو مفيش الكلام ده بالسرعة دي في الفراخ البياض فأنت لازم يكون عندك خبرة جداً وحساس جداً ورجل يعني صنايعي كويس علشان تعرف تشتغل أو تفهم إزاي تراب فراخ التسمين نقطة اللي بعد كده إن مستوى الأجسام المناعية في فراخ التسمين بينزل بسرعة يعني لإنه طبعاً فيه سرعة في النمو فبيحصل تضاعف للدم فلما الدم بيتضاعف كمية الأجسام المناعية بتقل وتبص تلاقي إن انت برضو مقاومة الفراخ للفيروسات والمشاكل الفيروسية ما هياش بنفس القوة والكفاءة في الفراخ البياض والأمهات وآخر نقطة ذكرها الدكتور إسامة في كتابه إن حتى طريقة تقديم العلق في الفراخ التسمين اللي هي الطريقة المفتوحة العلق المفتوحة 24 ساعة قدام الفراخ الطريقة دي بتسبب تخمة وبتسبب مشاكل وضعف مناعة وإنت عارفين طبعاً الأكل المفتوح ده بيعمل مشاكل حتى إنهما قالك طبعاً نعمل برنامج إظلام في التسمين ورجعوا برضو قالك ما هو برنامج الإظلام بيعمل مشاكل خد بالك لو عندك مشاكل تنفسية وعملت برنامج إظلام والفرخة حطت راسها على السبلة برضو ممكن يعمل لك كخة وأعراض تنفسية فتدخل في المشكلة تانية يعني الموضوع حساس تجيبوا يمين يجيلك شمال تجيبوا شمال يجيلك يمين فالفراخ التسمين تعتبر تربية صعبة ما هياش سهلة لكن فيه برضو مميزات نقولها لحضرتك علشان الصورة تكون واضحة وكملة أول ميزة بسرعة دورة راس المال أنت دورة راس المال في البيضة علشان تحسب مكسبك وخسرتك مش هقل من سنة لو هتشيري حتى الفرق عمر مئة يوم لكن فيه التسمين أنت ممكن تعمل الكلام ده سبع مرات في السنة فعندك فرصة أنك تعود خسرتك مرة واثنين وثلاثة لحد سبع دورات في السنة نفس الكلام فيه المشاكل اللي ممكن تواجهك لو حصل لك مشكلة في دورة أو في التانية برضو عندك فرصة أنك تتفادى مشاكلك دي وتتعلم من أخطائك وتتطور في خلال السنة عندك فرصة أنك تلعب ملك وكتابة سبع مرات تجرب حظك وتتعلم وتشوف وتدرس الموضوع وتروح وتيجي سبع مرات في السنة فأنا بعتبر اللي بيربي فراخ التسمين ولو سنة عنده خبرة أكتر سبع مرات من اللي ربي فراخ بياط سنة يعني هنا الخبرات بتزيد معاك في التسمين لأن نقطة الثالثة والأخيرة اللي ذكرها الدكتور أسامة أن في علاقة وممكن نسميها سحر ما بين المربي وما بين الفرخ في التسمين ده لأن سرعة نمو الفراخ بيحسسك كده وانت داخل العنبر أن الفراخ دي يعني في علاقة جميلة في حب في ود كده أنت الفرخة بتجبر قدام يعنيك بسرعة فبيحصل أن انت بترتبط عاطفيا مع الفرخ يا سلام بقى لو بتكسب منها ماديا يبقى أنت كده بتعشق التسمين النقطة دي بتفسر لنا ليه بعض المربيين مع أن هما بيخسروا من تربية التسمين إلا أن هما مصممين يكملوا مع الفراخ التسمين أعتقد أن هما زي ما تقولوا كده مصحورين من جمال وحلاوة وسرعة نمو وفراخ التسمين وبكده يا شباب نكون القينا الضوء على عيوب ومميزات التربية التسمين والبياض بحيث أنك تقدر تاخد القرار المناسب وتكون المعطيات كلها قدامك واضحة زي الشمس وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهات حلقتنا يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال كان معكم دكتور سامة عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة